قيادي حوثي يغادر مع الوفد السعودي إلى الرياض لاستكمال المفاوضات النهائية تفاصيل هامة كشف مصر مطلع عن ذهاب قيادي بارز في جماعة الحوثي برفقة الوفد السعودي الذي غادر العاصمة صنعاء إلى الرياض مساء الخميس وقال المصر إن نائب وزير خارجية الحوثيين القيادي حسين العزي غادر برفقة الوفد السعودي إلى الرياض لبحث بعض النقاط العالقة بعد ستة أيام من المباحثات في صنعاء يشار إلى أن العزي كان قبل أيام قد نشر تغريدة على حسابه في تويتر ليشجع المباحثات مع الوفد السعودي ويقول إن المملكة تتعرض لمؤامرة قبل أن يقوم لاحقا بحث فيها وكان القيادي في الجماعة الحوثية محمد الحوثي كشف أمس عن جولة مباحثات جديدة ستتم مع الجانب السعودي بعد مغادرة الأخير للعاصمة صنعاء وذكرت المصادر أن الوفد السعودي اتفق مع القيادات الحوثية للتنسيق على عقد جولة أخرى من المباحثات في الصعودية مشيرة إلى أن وفد الحوثي سيتوجه إلى الرياض في الفترة القليلة القادمة